سنة تتلوها سنة وأوضاع أسرنا السعودية تزداد سوءا نسب الطلاق ترتفع والعنف يزداد والعنوسة تنتشر وبين هذه المشكلات والمشاكل الأخرى اختفت الجهة التي تختص بحل هذه القضايا في أشد الأوقات احتياجا لها ولكن أقر مجلس الوزراء مجلسا لشؤون الأسرة والذي سيتفرد لهذه المشاكل متعمقا في تفاصيلها باحثا عن الحلول المناسبة لها وذلك وفق نظرة مختصة ساعية لحياة أفضل للأسرة السعودية والمجتمع بأكمله فكيف سيكون أداء هذا المجلس؟ وما هو الأثر الذي سيحدثه على الأسرة السعودية على طاولة استوديو الإخبارية اليوم؟